فالإسلام دين النزاهة والأمانة يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وفي الحديث أيما رجل استعمل رجلا يعني أمره وولاه على عشرة أنفسين علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله ورسوله وغش جماعة المسلمين والمتأمل في هذا الزمان وواقع المسلمين اليوم يجد أن كثيرا من الأعمال يتولاه ناس لا يصلون ولا يصلحون ولا يخافون الله ولا يهبونه فكيف تسير سفينة الحياة من تلك الفئة من الناس ناس ضيعوا الصلاة وكانوا لما سواها أضيع روى الحاكم من حديث أبي بكرين الصدق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرف ولا عدل حتى يدخله جهنم فتفكروا أيها الأحباب الكرام في حال المسلمين اليوم من توسيد الأمر لغير أهله من العصاة والفسقة والمجرمين والظالمين والمنافقين الذين يستغلون مناصبهم لاستغلال المسلمين والذين لا يأبهون بإقل الرشوة وتأخير الكثير من معاملات المسلمين عن اقتهاء والذين لا يتبرعون عن الظلم والعدوان وأقل أموال الناس بالباطل ومع ذلك تجدهم قد تسنموا قمم المراتب وأعالي المناصب وأهل الخير والصلاح أهل القرآن والسنة أهل الله وخاصته أهل خشية الله مهمشون لا يقام لهم وزن ولا يقدر لهم قدر ولا حل ولا قوة إلا بالله العليل العظيم لقد انقلبت الأمور وانتكست المفاهيم وتغيرت الأوضاع فأين العزة والفلاح وإن الرفعة والصلاح التي ينشدها المسلمون في كل مكان مع هذا التفريط الخطير في أمر الأمانة فعلى الموظف والمرؤوس وعلى العامل الخادم أن يؤدي العمل المناطبه على أكمل وجهين وأحسنه فذلك من الأمانة وأن يبتعد عن كل عمل يدخل فيما يسمى بالسرقة والغلول يقول الله تعالى ومن يغلليات بما غل يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأسي به يوم القيامة فقام إليه رجل سود من الأنصار فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من أعظم الغش الواقع اليوم التفريط في أمانة في أمانة الأسرة الأسرة التي هي اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع من زوجتين وأولاد فهذه هي الخيانة التي احذر منها الشرع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبدين يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فكم هم الأولياء الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم وهم يعلمون وذلك بإدخال وسائل الفساد والهدم المتنوعة إلى بيوتهم من أطباق فضائية وأنترنت وجميع أنواع الاتصال بدون رقابة ومجلات خليعة ماجينة فاضحة الشيء الذي سبب في تفشي الجريمة ووقوع الرذيلة كفكم من أسرة مزق عفافها وذهب حياؤها وكم من بيت تفككت روابط المودة بين أهله وها هي محكمة الأسرة شاهدة على ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر